خلينا نتكلم عن قراءتك ليه التسيرات الضربية وخلينا نتكلم عن الإعلان عنها اللي طبعاً تم من قبل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية طبعاً أحمد كوجك شفتي التسيرات دي ازاي قراءتك ليها عاملة ازاي طيب خلينا نقول أن أنا عجبني جداً فكرة زي ما حاجاتكم كده بتقولوا العلاقة ما بين المستثمرين والمصلحة أو ما بين المستثمرين والدولة المصرية لأن في الحقيقة يمكن الجهود الكبيرة اللي تم بزلها على مدار السنوات الطويلة الماضية من خطة إصلاح اقتصادي من مشروعات قومية عملاقة تخص بنية تحتية وغيرها كان الهدف منها أن احنا نشغل الناس وأن احنا نجيب استثمار أجنبي مباشر وده أمر مهم جداً مش بس بيدخل عملة صعبة لكن كمان بيوفر فرص عمل بيحسن بيئة الأعمال خلينا نقول أن كان أحد أهم العوائق بعد هذه الخطة القوية جداً واللي ابتدينا نجني ثمارها هي فكرة المحفزات الضريبية أي مستثمر على مستوى العالم ويمكن بنشوف في أوقات الأزمات ابتدينا في دول قدرت أن هي تقدم محفزات ضريبية وقدرت تجذب الاستثمار الأجنبي المباشر في الحقيقة مصر عندها كل المقاومات لده فالإعلان الأخير الخاص بدولة رئيس الوزراء ووزير المالية يمكن كان أمر هام جداً ابتدينا من بدري شوية وفي ناس مش بتبقى واخد بالها من الأمر ده بالرخصة الضهبية اللي أعلن عنها سيادة الرئيس ولتقدم لها أكتر من 130 مستثمر من كبار المستثمرين وده أمر هام جداً ولكن بقى المميز في الحزمة الأخيرة هي أنها يمكن أغلبها رايحة للمستثمرين أو المشروعات الصغيرة والمتوسطة وده أمر مهم جداً لأن ده بنسميه إحنا كاقتصاديين قاعدة الهرم الاقتصادي هذه المشروعات هي البداية اللي بتقوم عليها أو بتتكامل فيها المشروعات بعد كده عشان نوصل للمشروعات الكبيرة ده المشروعات اللي لا تتجاوز الـ 15 مليون اللي حجم أعمالها لا يتجاوز الـ 15 مليون أو أقل من 15 مليون وخلني أقول لحضرتك أن ده بتمثل قاعدة كبيرة جداً في دولة زي مصر فيها متوسط أعمار الأعمار يمكن أغلبنا في سن الشباب فبالتالي هم اللي هيبقوا مهتمين أو هم اللي هيبقوا موجودين في ضمن هذه المشروعات